ادى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة صلاة الجمعة بالمنطقة الشمالية العسكرية وعقب ذلك عقد الرئيس لقاء مع قيادات وضباط وجنود المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية حيث القى كلمة اشاد فيها بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة لحماية الدولة المصرية وحفظ امنها وسلامتها واعرب الرئيس عن اعتزازه بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في دفع عملية التنمية الشاملة بالتعاون والتنسيق مع جميع اجهزة ومؤسسات الدولة مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل نظرا لما تتطلبه المرحلة الراهنة من تضافر لجهود جميع الجهات بالدولة ونوه الرئيس الى ان ما تقدمه مؤسسات الدولة في المرحلة الراهنة وفي مقدمتها القوات المسلحة يعد محلا للتقدير والاحترام من الجميع لافتا الى ان القوات المسلحة تمثل ذراعا قوية تدعم جميع مؤسسات الدولة بغية تعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة لدفع عجلة التنمية وقد وجه الرئيس الشكر والتقدير لرجال المنطقة الشمالية العسكرية لما يبذلونه من جهود بالتعاون مع القوات البحرية لتأمين الجبهة الداخلية وحماية السواحل المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية فضلا عن دورهم المقدر للمساهمة في المشروعات القومية وتطوير العشوائيات واكد الرئيس على اهمية مواصلة الجهود لغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس المقاتلين الذين سيصبحون قادة في المستقبل كما اجرى حوارا مع رجال المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية استمع خلاله الى استفساراتهم بشأن الاوضاع الداخلية والخارجية الراهنة مشيدا بهذا الحوار البناء الذي عكس مدى ادراك رجال المؤسسة العسكرية ووعيهم التام بالمشكلات التي تواجه المجتمع حضر اللقاء الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة